هنتكلم فعلا تقابلنا مرة في التانية التالتة كنا بنقرأ فاتحة وخطوبة مع مين بقى روحت تقدمت عند مين روحت جبت للأب والأم وابن عمي وروحنا لهم للبيت وابننا فلان ابننا فلان والله محمود سعد طبعا هي بنتخت محمود سعد وقف جنبك كان ودود جدا طبعا وكان مرحب يعني الخال أب لا كان بصراحة كان ودود جدا ويعني فيما معناه يعني اللي هو يعني يعملوا كده بسرعة ومتشولوش هم حاجة حلوة متشولوش هم حاجة دي يعني فيها كرشنات كده يعني متشولوش هم حاجة تحركوا سكونوا في أي مكان كنوقتها عندي شقة صغيرة في المعادي أولا هنقعد في شقة في حتة تانية يعني فعودوا في أي حتة يعني شجعنا لأن الحياة تبدأ ما نخش في تفاصيل إن إحنا نبيع الشقة دي وبعد كان ندور على شقة تانية كبيرة فهنخش في تقصات لا خشوا عدوا وعيشوا وتحركوا وكبروا يعني وأنتوا جوا البيت يعني وهي كانت نصيحة فعلا مهمة جدا بقية جدا أولا منعيتنا من إحنا نضيع وقت على الفاضي هايل أسطى ومساعدة أسطى صحيح ما ضيعناش وقت الحياة حركت وإحنا فعلا مع بعض كمان بعد الجواز على طول ما فيش بفترة صغيرة قامت الثورة ثورة يناير فطبعا الثورة لو كانت قامت كانت تتعطل أي مشاريع من النوع ده فيفتكري انتبقي عريس قد كن سنة؟ في عرسان بيعودوا شهرة أي في سنة في أربعين سنة صح؟ والله آآ، يعني طموحك ايه؟ هو طموحك عصلا بليلم كلمة عريس دي الي هما هاعمل ايه؟ يعني عريس الي هو أسطل Sub Sedlite يا جميلة يا أغلبا عمري ما كنت عريس يا أب دا عيس كتب أعني ماغالماً اشترك حالت العريس دي خالص ها طب بتحب بها تدلعك وتتلمك كلام حلو وتجيب لك هدايا اه طبعا تحب كده هي ودودة جدا وقلبها كبير وطيبة وطول وقت الحاجة المورى فيها الإنسانيتها الإنسانة جواها بتحكم شفت يا عالية الكلمتين دول جمدين قوي قوي يا رب بقى تديني قصيدة وما كتبتش فيها قصيدة عالية لا ما هو ده بقى الملحجات الملفات البعض للجواز بتتقفل ملف الشعر صحيح؟ الملكة الشعر بتروح يعني غالبا واحد بيحاول يديها جنب لان هو فعلا الشعر مرهق اولا الشعر طول وقت بقول ان الشعر أقوى من الشعر يعني مفيش حاجة اسمها انا هقعد أكتب قصيدة لكن ممكن أبقى داخل نام وتيجي القصيدة تقول لي قوم اكتبني فهي الواحد أنا عيشت الفترة بقاعة الشعر دي وعملت فيها أربعة دوين وخلصت للفكرة وحياة التفرغ للشعر دي فعلا صعبة ومرهقة لا يستقيم معاها حياة اجتماعية ببيت عيلة بشكل لطيف يعني يا عمر لا شعر ولا شعر ولا اي حاجة يعني تم دينا اي حاجة فكرة اي حاجة فكرة عايز اسمع شعر فيه اه فيه قصيدة اسمها الخريطة انا بحبها ايه حيل حيل من ده اللي عمل اقولك ان الخريطة بتقول تلات سنين والربعة اه اكيد الرابعة كبيسة اه جنب الشغل عمارة ورا العمارة كنيسة وانا قاعد مش مرتاح انا باب ديته مفتاح كان نفسي اكون سفاح بس ما جبتش مجموعة وانا كل ما بمشي بلاقي يفطل وقوف ممنوع تحت البيت كوافير وصاده محل هدوم صاحبه دايما ملخوم قلب وصالت باليرضو وزرع نخلة قدامه النخل بيحضن ارضو كل ما تطول ايامه ازاي الخوف وصلني لدرجة اني مخفش ياللي فرقت الحب انا قلبي بجد مخدش وليمكن اكون شحات اصل كرمتي بتوجعني وانا كل ما اقول التوبة ملقاش راجل يمنعني الجامع فاضي ولكن حسه على طول مليان فوقي ساكن دكتور شكله على طول عيان وجراش الابرة تهد انا ليه خايف عالسد وازاي هضحك من قلبي وانا قلبي واخدها بجد انا كبري قصر النيل وعشرة عمر قسود انا كوكب ماشي لوحده ومفيش للوحدة حدود وهسيب تليفوني يرن انا اصلا مش موجود انا اصلا مش موجود